من المسائل الأساسية عزائي هو التمييز الشيوخ عن التلاميذ تمييز الأساتذة عن التلميذ من كان شيخاً لمن ومن كان تلميذاً لمن نحن من خلال علم الطبقات نستطيع أن نقول أليف هو في طبقة الشيوخ باء وباء هو في طبقة الشيوخ ماذا؟ في طبقة تلامذة ماذا؟ أليف من خلال معرفة السن ولهذا نحن مراراً ذكرنا أن أعزائي معرفة تاريخ الرواة ضروري جداً في مسألة الأساند نعم إلا أن يكون منهجك منهج الأخباريين أن الكتب الأربعة قطعية الصدور بل بعد ما عندك مشكلة لا تبحث لا سنداً ولا رجالاً ولا جرحاً ولا تعديلاً ولا طبقاتاً ولا إلى أي شيء التفتولي أعزائي إذن معرفة تمييز أو تمييز الشيوخ عن التلاميذ والتلاميذ عن الشيوخ ما هي أهمية هذه القضية أعزائي؟ ما هي الأهمية التي رتبها السيد البروجردي على هذه القضية؟ سيد الجلالي سيد عمد رضي الجلالي في المنهج الرجالي أعزائي في صفحة 99 من كتابه يقول وهذا هو أهم فوائد الطبقات حيث يعرف بها مشايخ الراوي الذين يروي عنهم مباشرة وكذلك الرواة عنه بالمباشرة سؤال ما هي ثمرة هذه القضية؟ أن نتعرف هذا شيخ وهذا راوي عنه؟ يقول وهذا في الحقيقة وجه واحد من مكونات نشاط الراوي العلمي يعني شنو؟ يعني نستطيع أن نتعرف من خلاله هذه الشخصية العلمية عند من تربت مولانا هل تربى عند عالم عند شيخ عالم عند إنسان ماذا؟ غير عالم هذه هو إلى أثر أنه الآن أنتم تجدون في الحوزة العلمية يقولون فلان درس عند فلان محقق حشر سنوات وهذا كافٍ له أما عند إذا نفس هذه الحشر سنوات درسه عند إنسان غير محقق تجدون لا قيمة له إذا معرفة أساتذة والشيوخ الراوي ومعرفة أنه عند من أخذ هذه العلوم لها تأثير كبير في معرفة شخصية ماذا؟ شخصية الراوي العلمي طبعا تعلمون في أبحاث سابقة نحن أشرنا بأنه هناك قضايا كثيرة لابد من التعرف عليها أنه كان الراوي عربياً لو كان الراوي ماذا؟ أعجمياً أي منهما؟ مع الأسف هذه الآن في كتب الرجال عموماً يلتفت إلى هذه النكات أو لا يلتفت لأن الراوي العربي يقيناً عندما ينقل الرواية ولو بالمعنى يلتفت إلى النكات لا يلتفت إليها الراوي ماذا؟ الراوي إلى أعجم ولهذا نفس سيد البرجال يؤكد على هذه في مواردة متعددة يقول لأن العربي الفقيه أضبط من العامي العجمي وكذا آخراً التفتولي هذه القضايا لابد أن يلتفت إليها في علم الرجال عليه الأحوال يقول كمعرفة مذهبه لأنه من خلاله نستطيع أن نتعرف على مذهب الشخص شلون؟ بيني وبين الله إذا وجدنا عموم أساتذته وشيوخه من السنة ونادراً ما يحضر عند الشيعة بيني وبين الله ماذا نستكشف من هذا؟ أو بالعكس يحاول أن يحضر عند علماء أو الشيوخ الشيعة ويبتعد عن مشايخ ماذا؟ مشايخ أهل السنة هذه قضية ولذا تجدون بأنه أساساً السيد البروجردي يؤكد على هذه القضية في مواضع متعددة ومنها أعزائي ومنها أعزائي في كتابه نهاية التقرير في مباحث الصلاة لسيد البروجردي تقريرات الشيخ اللانكراني الشيخ فاضل اللانكراني الجزء الثالث أعزائي صفحة مائتين واثنين وثلاثين يقول أنه يمكن استكشاف وثاقة الراوي من تلاميذه الذين أخذوا الحديث عنه فإذا كان الآخذ مثل الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو غيرهم من الأعلام خصوصاً مع كثرة الرواية عنه لا يبقى ارتياب في وثاقة الشيخ أصلا يقول وإلا هؤلاء أصروا أن يتتلمذوا عند شخص طبعاً لم يرد فيه أنه سني لا نعلم عنه شيئاً أصر هؤلاء الأعلام أن يتتلمذوا عند شيخ ويكثر الرواية عنه لا أقل كانوا قد أحرزوا ماذا؟ أحرزوا وثاقته إلا كيف يكثرون الرواية عنه وهم لا يعرفونه وهو مجهول بالنسبة إليهم هذه القضايا لا بد أن يلتفت إليها جيداً ترجمة نانسي قنقر